ربما قصد من نشر الفيديو الأخير في حيات يحيى السنوار أن يكون عبرة لمن يفكر في أن يسلك طريقه مرة أخرى ولم يحسب أن هناك من سيتخذ هذا الفيديو مثالا على الشجاعة والإخلاص للفكرة وينتشر الفيديو في العالم في طريق عكس الذي أراده الاحتلال بعد ثلاثة أيام من استشهاد السنوار بدأ الإعلام الإسرائيلي بمحاولة تأليب الرأي العام الغربي وكسر صورة الأسطورة التي ظهر عليها السنوار في لحظاته الأخيرة وهو يقاتل حتى الرمق الأخير ونشر مقطع فيديو للسنوار وهو يتنقل مع عائلته في أحد الأنفاق يوم السادس من أكتوبر وفقا لرواية الاحتلال طبعا مراقبون قالوا إن الفيديو ما هو إلا محاولة يائسة من سلطات الاحتلال لتدارك فشل أجهزتها الاستخبارية في النيل من السنوار على مدار عام كامل ولكن يبدو أن الفيديو لم يأتي بالنتائج التي كانت سلطات الاحتلال تصب إليها الشيطنة بل كشف عن حالة التخبط والأزمات الداخلية التي تعيشها إسرائيل بدليل أن حملات رثاء يحيى السنوار اجتاحت وسائل التواصل في مختلف أسقاع العالم وليس في العالم العربي فقط بينما حاول الناشطون إظهار زيف السردية الإسرائيلية خلنا نبدأ من الولايات المتحدة حيث خرج إيريك وارسا وهو عسكري سابق في الجيش الأمريكي خرج بفيديو يشيد بصيرة السنوار النضالية وينعاه من خلال أداء التحية العسكرية له كذلك خرجت هذه الناشطة الأمريكية في فيديو تنتقد فيه الإعلام الأمريكي والإسرائيلي الذي حاول على مدار عقود ماضي تشويها صورة المناضر الفلسطيني المدافع عن أرضه لصالح تلميع صورة الاحتلال I was also told that the H Group hides among the civilian population and uses them as human shields and that's why they've had to blow up every single hospital, school, university, mosque, bakery in Gaza and now it turns out that the leader of the H Group was just assassinated while he was alone in a building with his right arm severed wearing fatigues, fighting against the occupation for the liberation of his people until his very last breath something's not adding up here what else could they possibly have lied to us about I don't know what they think that they've accomplished when you go to the wikipedia page of assassinations by the blue country it just scrolls and scrolls and scrolls and scrolls and scrolls they have been assassinating here in the middle of the street and not only in the middle of the war the Japanese people didn't give up on the reach of the war فقد اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي الرسمية والشعبية تغريدات استحضر من خلالها اليابانيون معاني البطولة التي يتمتع بها السنوار وشبهوه بمقاتل الساموراي الساموراي الذي يتمتع في التقافة اليابانية بالفضيلة والتضحية والشجاعة الأبدية وهذا نموذج بصور كاريكاتور نشرتها وسائل إعلام يابانية تظهر الساموراي وهو يتوشح بألوان العالم الفلسطيني لنستطيع هنا مشاهدينك كيف تفاعل جمهور السوشال ميديا طبعا غير العربي مع السشهاد السنوار نبدأ مع الناشطة اليابانية ميهوكاوا سي كتبت شرف الساموراي لا يكمن في مجرد الموت في المعركة بل التضحية بحياته من أجل الحق لقد ضح السيد السنوار بحياته من أجل قضية فلسطين ذاتها ونحن في اليابان نعجب بأولئك الذين يموتون وهم يقاتلون من أجل الحق حتى النهاء إنه ساموراي حقيقي تقول السيدة اليابانية الصحافة الياباني توتون أكيموتو وضع صورة المشهد الأخير للسنوار وعلق عليه قائلا السنوار كان يرتدي الكوفية عندما كان يقاتل حتى آخر قطرة من دمه كيني هو ناشط من البصنة والهرسي كتب يحي السنوار هو البطل الذي دفع حياته ثمنا لتأسيس الدولة الفلسطينية في المستقبل ترجمة نانسي قنقر